حالة من البؤس تخيم على محافظة أرخبيل سقطرة منذ سيطرة ميليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات فأبو ظبي التي لم تتدخر جهدا في حشد ترسانتها العسكرية وميليشياتها المسلحة إلى الجزيرة تركت السكان يصارعون وضعهم المعيشي والصحي المستمر في التدهور وخلال الأيام الماضية نشطت حركة الطيران بين الإمارات وجزيرة سقطرة وازداد عدد الأجانب القادمين دون إجراءات أو تأشيرات رسمية أو ضوابط احترازية لتأكيد خلوهم من الأمراض المعدية وبالتزامن مع الزياد الرحلات القادمة من الإمارات انتشر في الجزيرة وباء تنفسي لم يتم الكشف عنه لعدم وجود كوادر طبية مؤهلة وأجهزة فحص تتعرف عليه ما دفع أطباء الجزيرة لتوجيه نداء استغاثة إلى جميع الجهات الدولية والمحلية لتوفير اللقاحات الكافية وحملوا الإمارات مسؤولية عدم توفير جهاز الكشف عن وباء كورونا والسمرار تسيير رحلات شبه يومية عبر طيرانها إلى الجزيرة وبدلا من الالتفات لمعاناة الناس في الجزيرة قامت شركة ديكسنباور الإماراتية التي سيطرت على كهرباء سقطرة بإلزام المواطنين بشراء عدادات إلكترونية يصل شعرها إلى 250 ألف ريال يمني وهددت الشركة الإماراتية بقطع الكهرباء عنهم في مدة أقصاها سبعة أيام في حال لم يتم شراء العدادات الإلكترونية بعد أن قامت أبو ظبي بمصادرة عدادات المؤسسة العامة للكهرباء الحكومية ويبقى المواطن السقطري بين سندان الأوبئة ومطرقة الميليشيا الإماراتية ينتظر تدخلا من الحكومة الشرعية العاجزة عن إعادة السلطة المحلية إلى الأرخبيل